أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون ترشوحها للانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجرى عام 2016 وعلنت كلينتون رسميا ترشوحها إلى الانتخابة الرئاسية الأمريكية على صفحتها الشخصية في الانترنت وفي تغريدة على تويتر وتعد هيلاري كلينتون المرشحة الرسمية الوحيد للانتخابة التمهيدية للحزب الديمقراطي حتى الآن وهي الأوفر حظا بحسب استطلاعة الرأي العام وفي حال فوزها ستكون كلينتون أول امرأة تتولى الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية ختام النشرة